بعد أكثر من شهرين على توقيعه تعود الحياة لاتفاق الرياض من بوابة أخرى في محاولة لبعث الروح فيه بعد موات العودة للاتفاق تمثلت هذه المرة عبر مصفوفة من الإجراءات ذات الطابع العسكري التي تحاول تجاوز العثرات وتقارب بين الأطراف بعد اتهامات متبادلة وجدل خاضته طوال الفترة الماضية بشأن تفسير بند الاتفاق بحسب رئيس اللجنة مستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر فإن التوقيع على مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها وضعت اتفاق الرياض في مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري ينص محضر الاتفاق على انسحاب جميع القوات من عدن وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتجميعها تحت إشراف مباشر من السعودية واستلام الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مهمة الإشراف على الوضع الأمني في المدينة يرى مراقبون أن البدء في الإجراءات العسكرية تبدو خطوة جيدة باعتبارها كفيلة بنزع السلاح الثقيل والمتوسط من يد القوات الموالية للإمارات وعودة الحياة إلى العاصمة المؤقتة إلا أن هذه الخطوة ذاتها لقيت تشكيكاً واسعاً حول مدى قابليتها للتنفيذ خصوصاً في ظل استمرار الموقف الإمارات المتصلب في وجه الشرعية جدد المحضر الموقع عليه ذات الانتقادات التي وجهت للاتفاق الأساسي لجهة تأكيده على الانتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية عن طريق نص على ضرورة التشاور مع أطراف لم يسمها في الخطوة التالية وهي خطوة تعيين محافظ ومدير شرطة للعاصمة المؤقتة عدن يأتي التوقيع على المحضر في أعقاب تصعيد من جانب المجلس الانتقالي خلال الأيام الماضية وهو ما قد ينعش من فرص تنفيذ اتفاق يجادل كثير من المراقبين بأنه ولد ميتاً